معنا محمد شريف حجار ومزارع معنا من إدلب يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح النور أهلا أستاذ من أمتى هذا الطقس وبس إدلب تشتهر فيه؟ والله العوايد هام بإدلب أكتر شي عوايد إدلب على الشكل عندها الإخلاصة بداية الشغل بيأخذوا العمال بيروحوا على الأرض عندين يوم عندين أرضين ثلاثة اللي هو المزرعات الكبيرة من بيخلصوه قبل ما يخلصوه في شغلة يومين ثلاثة العمال بيطيبوا بالإخلاصة المعلم بيقول لهم إخلاصتكم محفوظة نهاية الموسم بتاخدوا الإخلاصة وحبة مسبوع منها عندما يخلصوا قطف الزيتون بيجيب المعلم الشبك ويقسموا بيضيف لها العمال بيبركوا وفيه كمان عنا عادة بيساووا تبولة في البرية هو شو اللي جمعت تبولة على المشبك؟ أنه اثنين ما يتاكل مع بعض التبولة قبل المشبك الواحد يملح وبعدين بيخلي هي عند الغداء بيأكلوا التبولة بعد مننا بيكون جيبين المشبك بعد ما يأكلوا المشبك أخيه بيأكلوا التبولة بعد ما يأكلوا التبولة بيأكلوا المشبك أخيه وبيتنوا الجماعة والشباب يأخذوا إجرتين ومنقلنا نحن عقباد كل سنة وانتوا سامين وهذا الوضع عننا حلوان شغلهم حلوان الحق هذا يعني حق طبيعي أكيد أكيد وعادة حلوة وبتشجع العمال أيضا أنه يشتغلوا ويخلصوا على بكير لحطا تجي لخلاصة من أمتى بتوعى سيد محمد على هاي العادة يعني أباءك الأجداد كيف كان الوضع كمان نفس الشيء؟ والله أنا منوعي على الحياة عندنا العادة هيك في أرماناز يجيبوا خلاصة للعنمال شو جبت السنة؟ لأننا عمري جبنا لأننا نحن مشبك وسغنا لنتبولة تغدوا أول شيء وبعد ذلك جبنا للمشبك تحلوا بالمشبك إن شاء الله سنبارك على الجميع بس بموسم الزيتون ولا في مواسم مثلا تاني بنعمل فيها هاي العادة؟ بس بموسم الزيتون لأننا نحن فيها غير مواسم الزيتون لأن بلدة أرماناز مديد أرماناز ما فيها غير مواسم الزيتون طيب بما أنه هاي العادة مترافقة دائما مع موسم قطاف الزيتون حال هي العادة فقط في إدلب يعني مثلا في جبال الساحل أغضب تشتهر بالزيتون عندهم نفس العادة؟ أكيد وني كنا نفس العادة عندي لأن كل عام يريد أن يخلاصته يريد أن يجري التعبته يعني الحلو بعد ما يخلص في الزيتون صاحب المزرعة العامل بيجيبه والحلو يحلي لهالعامل مشان يتم مرتاح ومبسوط هلأ مين اللي بينبسط أكتر شي بيعين المشبك بيضلوا بأماكنهم أنتوا بتروحوا لعندهم ولا هلن اللي بيكونوا حواليكم يعني صاحب المزرعة هو بيروح بيجتمعوا مثلا قريب من الأراضي بيعملوا شي تخبرنا أكتر لا لا بالسوق أكتر شي بهم بالسوق عند الأراضي ما بيروحوا بس المعلم صاحب المزرعة هو بيروح بيجيب الحلو من المحل الحلو من المحل المشبك وهو صاحب المشبك وصاحب المحل بيرد عليه أرباح كتيرة غير أيامات العادية موسم يعني يعني هو مشبك أكتر موسم له هو أيامات الزيتون قطف الزيتون بده يكون الوقت المشبكي أيامات قطاف الزيتون ليش تحديدا مشبكة؟ غير أيامات الزيتون غير أيام يعني بالصيف ما بيشغلوا ولا بيتأكل هذا غير بالبرودة وعلى المشبكة يعني حلو وحاصلا هذا أيامات الزيتون بيشتغلوا أيامات الزيتون جماعة المحلات أهل المحلات يعني المشبك هندي بيشتغلوا أيامات الزيتون فقط لا غير يغطيكم ألف عافية إن شاء الله سنة مباركة على الجميع شكرا لإلك محمد شريف حجار مزارع كنت معنا من إدليب نهارك سعيد شكرا لك الله أحفظك أستاذ الله أحفظك أستاذ شكرا لذيذيرا